الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبخت غضبه دع عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرف تعين عن فضله ورحمته ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء وسلك أصحابه وأتباه على أثر إلى جنات النعيم وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودع إليه وسلم تسليما أما بعد عباد الله أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألها وإنما توعدون لآت وما أنتم بموجزين ثم أما بعض أيضا ففي بداية هذه الحلقة الجديدة من إيمانيات أرحب بالإخوة والأخوات المتابعين لهذه الحلقات وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بها كما أشكر للقائمين على هذه القناة المباركة قناة الرحمة وفريق العمل إتاحة هذه الفرصة وأسأل الله تعالى أن يكون ذلك في ميزان حسنة في هذا الوقت نشنف الأذان ونعطر الأجواء بذكر فضائل النبي المصطفى صلى الله وآله وسلم فقد أخبر الله عز وجل أنه فضل بعض الرسل على بعض تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وتلك إشارة إلى علو درجة جميع الرسل فلأن تلك يعني إشارة للبعيد فتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولا يعرض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخير بين أنبياء الله وفي رواية الأخرى في الصحيح كذلك لا تفضل بين الأنبياء فظاهر الأحاديث أن لا تفاضل بين الأنبياء ولكن الله عز وجل فضل يعني بعض الرسل على بعض كما توطرت الأدلة على ذلك ففضل أولي العز من الرسل وهم خمسة محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلى الله عليه وسلم وأفضل هؤلاء جميعا هو نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ويليه في المرتبة إبراهيم الخليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة إصلاة المعراج رآه مستدا ظهروا إلى البيت المعمور في السماء السبع وكذلك أمرنا باتباع ملته فقال ملة أبيكم إبراهيم ونحن نصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آل محمد كما نصلي ونسلم ونبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فقالوا أن هذه الحديث كانت قبل أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم منزلته عند الله عز وجل وكذلك لما قيل له يا خير البرية فقال ذاك إبراهيم فكأنه كان يظن أن إبراهيم أفضل مرتبة منه ثم أوحى الله عز وجل إليه بأنه أفضل رسل وأفضل الأنبياء وقيل جد التفاضل بغلط تنقيص مفضول أو في أصل النبوة لا نفرق بين أحد من رسله فهم جميعا كرماء اصطفاهم الله عز وجل نحبهم ونواليهم ونؤمن بهم يعني جميعا ولكن بعضهم أفضل من بعض كما قال عز وجل تلك الرسل فاضلنا بعضهم على بعض فأتت الأدلة الكثيرة المتوترة على فضل نبينا صلى الله عليه وسلم فمن ذلك أن الله عز وجل جعله سيد الأولين والآخرين كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنا سيد ولد آدم يوم القيامة في رواية ولا فخر وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع وقوله ولا فخر لأن الناس غالبا يذكرون فضا إلهم افتخارا وتكبرا وتعاليا فهو صلى الله عليه وسلم لا يقول بذلك افتخارا ولا تكبرا ولا تعاليا ولكنه يخبر أمته بمنزلته حتى يعرف حقه صلى الله عليه وسلم فهو سيد ولد آدم يوم القيامة ما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائه صلى الله عليه وسلم وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع لأنه صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة العظوى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وعسى من الله واجب والمقام المحمود هنا هو الشفاعة العظوى الله عز وجل يترك الخلق لا يقضي بينهم بحساب يموجون كموج البحث مليارات من البشر من الأولين والآخرين وتدن الشمس من رؤوسهم ويصيبهم من الكرب والعرق ما الله به عليم فيذهبون إلى آدم يقولون إيش فعلنا عند ربنا فيقول لست لها ويحيلهم على نوح فيقول نوح لست لها ويحيلهم على إبراهيم فيقول لست لها ويحيلهم على موسى فيقول لست لها ويحيلهم موسى على ينيسى عليه السلام فيقول لست لها ولكن يأتوا محمدا عبدا غافر الله له ما تقدم الذنب وما تأخر فيأتون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كل الخلق يوم القيامة فيقول أنا لها أنا لها فهذا المقام المحمود الذي يحمده في الخلائق كلهم يوم القيامة فيدخل على ربه عز وجل في داره فإذا رأى ربه عز وجل خر سيجد فيفتح الله عز وجل عليه بمحمد ثم يقال ارفع رأسك محمد قل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع فهذه الشفاعة العظمى التي ادخراها الله عز وجل لنبينا الكريم صلى الله وسلم يوم القيامة وله شفاعات أخرى من هذه الشفاعات أنه لا تفتح الجنة لأحد قبله صلى الله عليه وسلم فهو أول من يدخل جنة وأمته أول من تدخل جنة ببركة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأتيناه من بعدهم ثم هذا يومهم الذي فرض الله لهم فضلوا عنه يعني يوم الجمعة فاليهود غدا والنصارى بعد غد يوم مشرف في الأسبوع رادة اليهود أن تهتدي إليه فلم تهتد إليه ورادة النصارى أن تهتدي إليه فلم تهتد إليه وهذا الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الجمعة فنحن الآخرون السابقون أي السابقون بالفضل والسابقون بالمرور على الصراط والسابقون بدخول الجنة فأول من يدخل جنة هو نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وتدخل بعده أمته صلى الله عليه وسلم كذلك يشفع في ناس من أهل الجنة حتى ترتفع درجته في الجنة ويشفع في ناس قد استوجبوا العذاب فيدخلوا للجنة بشفاعته صلى الله عليه وسلم ويشفع في ناس من أهل النار حتى يخفف عنهم عذاب النار كما قال ابن عباس كما قال عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك وقد كان يدفع عنك ويحوطك لأن أبو طالب كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على شركه وكان يعتقد صدقه صلى الله عليه وسلم ويقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينة لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينة ولكن ما زال به قرناء السوء حتى مات ويقول على ملة عبد المطلب نهى الله جل نبيه أن يستغفر له ولكن الله عز وجل يشفعه فيه فيخرج من الدرك الأسفل من النار إلى ضحضاح من النار فقال أن يساء السلام للعباس هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار وفي الروايات الأخرى أنه ينتعل بن عليني من النار يغلي منهما دماغه فهو أدنى أهل النار عذابا ويعتقد أنه أشد أهل النار عذابا والشيخ الألباني رحمه الله يقول مع أن القاعدة في المشركين أنهم لا تنفاهم شفاعة الشفعين ولكن كرامة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم تنفع أبا طالب شفاعة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم لا من أجل أن يدخل جنة بل من أجل أن يخفف عنه عذاب النار فيخرج من الدرك الأسفل من النار إلى ضحضاح من النار يغلي دماغه يعني منها فهذه جملة شفاعات لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم فهو سيد ولد آدم يوم القيامة أيضا مما يدل على شرفه وفضله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل وقره في ندائه فنادى على جميع الرسل بأسمائهم قال يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وقال يا نوح اهبط بسلام وقال يا إبراهيم قد صدقت الرؤية وقال يا موسى أقبل ولا تخف وقال يا يحيى خذ الكتاب قوة ولكن ما أتى في أي أمر في القرآن أن الله عز وجل نادى نبيه باسمه بل بما يدل على شرفه يا أيها النبي يا أيها رسول والرجل إذا بلغ آية الشرف يكن عن اسمه فالملك لا ينادى باسمه وكذلك الأمير أو الوزير أو حتى السفير يقال يا أيها الملك يا أيها الأمير يا أيها السفير وهكذا فالله عز وجل ما نادى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم إلا بكنية النبوة أو بكنية الرسالة وما ذكر اسمه العلم في القرآن إلا وأدبع ذلك بما يدل على شرفه فقال محمد رسول الله فلو ذكر اسمه يدبعه بما يدل على شرفه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل فهذا أيضا من تشريف الله عز وجل نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم وجمع في الذكر بين خليله إبراهيم وخليله محمد صلى الله عليه وسلم فذكر خليله إبراهيم باسمه وذكر خليله محمد صلى الله عليه وسلم بكنية النبوة فقال إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوا هذا النبي لم يقلوا محمد قالوا هذا النبي يعني نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على شرف نبينا صلى الله عليه وسلم وارتفاع ردبته صلى الله عليه وسلم مما يدل على شرفه كذلك أن الله عز وجل اختصه بمعجزة القرآن فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم الخيامة فمعجزات الأنبياء السابقين كانت معجزات حسية شاهدها من عصرها فشاهد الناس يعني عصى يعني نموس ويتنقلب إلى حية ويده عندما يضعها في جيبه تخرج بيضاء من غير سوء ثم يعيدها مرة ثانية فتعود سيرة الأولى وشاهدوا يعني عيسى عليه السلام هو يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله فهذه معجزات انصرمت وانقضت ولم يشهدها إلا من عصرها ولكن مواجزة القرآن التي اختص الله عز وجل بها نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم باقي على الظهر بل التحدي بها باق على الظهر وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهدائكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا هذا تحدي فلو قدر أحد من الذين يحاربونه إسلام ليلة نهار والذين ينفقون المليارات في الصد عن سبيل الله وتشويه الإسلام لو قدر أحد أن يأتي بمثل صورة وحيدة من القرآن لا أتى بها وقال أنا قبلت التحدي وهذه صورة يعني حتى لو كأقصر صورة في القرآن ولكن الله جل قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فنقول يعني الله جل اقتص نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بمعجزة باقية دائمة مشاهدها الناس على مر العصور وكرر الظهور وليس معنى ذلك أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليس لهم معجزات حسية كسائر أبياء السابقين بل كما قال الإمام الشفعي ما أعطى الله نبيا ما أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم فقيل أعطي عيسى إحياء الموتى فقال أعطي محمد صلى الله عليه وسلم حنين الجزة فمعجزة حنين الجزة الجزة يبكي كما يبكي الصبي الصغير الذي يسكت وينزل النفس السلام ويحتضنه يعني حتى يسكن ويشاهد ذلك جمهور الصحابة في المسجد هذه المعجزة أبلغ من إحياء الموتى ليس عليه السلام لأن الميت كان في يوم من الأيام يعني إنسان حي متحرك مريد فإذا تكلم مرة ثانية هذه معجزة ولكن الجزة اليابس جزة النخلة اليابس في المسجد الذي كان يستند عليه النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تحن قلوب المؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه الشك معجزة أبلغ من إحياء الموتى لعيسى كذلك نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حدثة من ذلك في صلح الحديبية لما قل الماء وأحضر للنبي صلى الله عليه وسلم ركوة ينعلب من الماء ووضع فيها يديه وفار الماء من بين أصابعه فهذه أبلغ في الإعجاز من ضرب إيسى الحجر بعصاء فانفجرت منه اثنة عشرة عين قد علم كل أناس مشربهم لأن خروج الماء من الحجارة معهود يعني في الصحراء في الجبال أماكن تتجمع فيها ثلوج ثم يعني تذوب هذه الثلوج مع تغير الجو أو عين تكون بتتفجر من وسط الصخور فهذه معهودة يعني في الصحراء وإن كانت حجر معين يضرب فينفجر منه الماء هذه معجزة في الشكل موسى عليه السلام ولكن نبع الماء من بين أصابع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حتى يتوضأ منه الصحابة جميعاً وكانوا أربع عشرة مائة ألف ربعمائة صحابي في صلح الحديبية توضأوا من الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم في الشكل هذه أبلغ فيه الأعجاز من معجزة موسى عليه السلام كذلك موسى عليه السلام ضرب بعصاه البحر فانفلقاً فكان كل فرق كالطوض العظيم والناس السلام أشار بإصبعه إلى القمر فانشق القمر بإشاراته وانقسم نصفين وقال الناس السلام اشهدوا كما ورد في حديث ابن أسعود في صحيح البخاري وسجل الله عز وجل هذه المعجزة في كتابه الخالد فقال عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر فنقول هذه أيضاً معجزة أبلغ من معجزة يعني موسى عليه السلام عندما ضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطوض العظيم كذلك له معجزات أخرى انقياد الشجر له يعني أراد أن يقضي حاجته فما وجد شيء أن يستطر به فأخذ بغصن الشجرة فقال انقادي علي بإذن الله حديث بصعيه مسلم فانقادت معه ثم أخذ بغصن الشجرة أخرى فقال انقادي علي بإذن الله فانقادت مثل الجمل الذي وضع فيه يعني أنفيه يعني شيء فانقادت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال تائما بإذن الله فالتأمت فاستطر بهما النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ورد في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لا أعرفه الآن بعض الناس يضعون ذلك في المعجزات وبعضهم يضعوا في الإرهاصات ببعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من ذلك تكثير الطعام يعني بين يديه وكذلك كان يخطب الجمعة ودخل داخل من باب المسجد وقال يا رسول الله أدعو الله أن يسقينا فقد هلك الزرع والضرع يعني المشيئة فرفع يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا فما وضع يديه حتى تحضر الماء على لحيته وما رأوا الشمس سبتا وكانوا في المدينة يسمون الأسبوع سبتا لأن اليوم المعظم يعني عند اليهود هو يوم السبت ونحن كل جمعة يعني أسبوع حتى دخل هذا الداخل أو غيره في الجمعة المقبلة فقال يا رسول الله أدعو الله أن يرفع عنا المطر فقد هلك الزرع والضرع فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بإصباحه إلى السماء وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الأكام والأجام والضراب والأودية ومنابة الشجر فما يشير بإصباحه إلى ناحية في السماء إلا تفرجت وذهب ما فيها من السحاب وخرج السحابة رضي الله عنهم يمشون في الشمس فأنا أقول هذه المعجزات يعني تزيدنا إيمانا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وحبا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم فاختص بمعجزة القرآن الباقية الدائمة ومع ذلك المعجزات الحسية لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يعني أبلغ فيه العجاز من معجزات جميع الأنبياء السابقين مما يدل على شرف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أقسم بحياته كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ما خلق الله عز وجل ولا برأ ولا ذرأ نفسا أعظم يعني عنده أو أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم وما سمعت الله عز وجل أقسم بحياة أحد إلا بحياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فيخسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يعني يخسم بما شاء يعني من خلقه ولكن المخلوق إذا راد أن يخسم فيخسم بالله عز وجل ومن حلف بغير الله عز وجل فقد أشرك وحياة النبي صلى الله عليه وسلم جديرة بأن يخسم الله عز وجل بها لما كان فيها من الخير العام والخاص للبشرية جمعا مما يدل على شرفه صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل كان يبعث النبي إلى قوم خاصة وكان يمكن أن يتعاصر أكثر من نبي في أكثر من مكان أو في مكان واحد ولكن يعني الله عز وجل يعني بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم للناس عامة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بل للإنس والجن والمعروف أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من يتبع لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمته نصف أهل جنة إني لا أرجو أن تكون نصف أهل جنة ففي ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الصاء والمعراج بكى موسى عليه السلام فقر له ما يبكيك فقال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل جنة من أمتي أكثر ممن يدخلها من أمتي فهو ليس حسدا ولكن بكاء غبطة يتمنى أن يكون له مثل ما للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم فبكى موسى عليه السلام لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يدخل جنة من أمته أكثر ممن يدخل الجنة من أمة يعني موسى الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم مما يدل على شرف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعني أنه اختبأ دعوته شفاعة لأمته كما قال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته كل نبي دعا دعوته قال وإن اختبأت دعوته شفاعة لأمتي يوم الخيامة فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا وكما ورد في الحديث الآخر بأن يعني يشفع في أهل الكبائر من أمته خلافا لاعتقاد الخوارج الذين يخلدون أهل الكبائر في النار بعقائدهم الفاسدة فمن مات يعني من أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرك به شيئا فينال من يعني شفاعته فيقول فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمته لا يشرك بالله شيئا وهذا يدل على حب النبي صلى الله عليه وسلم للأمة وهذا مما يزيدنا حبا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعني حبه لنا يبعثنا إلى مزيد من حبه صلى الله عليه وسلم ومعرفة قدره وشرفه بل ورد ما هو أبلغ من ذلك وهو أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعني ذكر قول إبراهيم عليه السلام فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وقول إيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمتي أمتي فبعث الله عز وجل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقل له يعني اذهب إلى محمد وقل له إن سنرضيك في أمتك ولا نسوك فانظروا إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته فهذا يدلنا على يعني مزيد من حب النبي صلى الله عليه وسلم كما مشير إلى ذلك يعني في حلقة مقبلة إن شاء الله وتعالى فهذا يدل على شرف نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم معظيم أجره عند الله عز وجل ومحبته لأمته مما يدل على شرفه صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الجنة من أمته سبعون ألفا بغير حساب ولا عذاب لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم يدخلون دفع واحدة فوهبه الله عز وجل سبعين ألفا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب فاجتماع لإما المجتهدين وفي عصر من العصور يعني هذه يعني حجة سرعية لا يمكن أن تجتمع الأمة على ضلالة سواء كان جيل الصحابة أو من بعدهم فهذه كرامة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كذلك عاصم الله عز وجل طائفة من الأمة لا تزال يعني على الحق ظاهرة فالأم السابقة ضلت اليهود ونصارى وضلوا الطريق يعني جميعا محرفة كتبهم وزيد فيها وأنخس منها ولكن لكرامة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن طائفة من أمته لا تزال يعني على الحق فيه فرق وفيه بضع ولكن لا تزال طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة على الحق لا يضرها من خالفها أو من خذلها حتى يأتي أمر الله وهم كذلك يقول معاذ في بعض الوايات هم بالشام وطبعا المعاذ لا يقول ذلك من كيسه ولكن يعني هذا يعني ظهر أنه موقوف يعني من كلام معاذ رضي الله عنه ولكن العلماء يقول له حكم الرفع لأن الصحابي إذا لم يكن معروفا بالأخذ من آل الكتاب فإذا تكلم بكلام عن الغيب وهذا بالنسبة له غيب لأنه مستقبل فهذا لا حكم الرفع يعني النسبة إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كذلك حفظ الله عز وجل كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فقال إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون والذكر ليس القرآن وحده لأن السنة ذكر وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم فما نزل إليهم القرآن بلا شك ولا مرية والذكر فيه الآية هو يعني السنة وإذلك لما يعني قيل له هارون الرشيد يعني قال له أحد زنادق أنه هو يعني وضع أربعة ألاف حديث وخلط بأسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن مبارك ينخلانها نخلا فيخرجانها حرفا حرفا فالله عز وجل قيد لهذه السنة العلماء الذين ينفون يعني الكذب ويذبون عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويبينون الصحيح من السقيم من الموضوع فحفظ الله عز وجل الكتاب لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون أما الكتب السابقة التوراة والإنجيل قال بما استحفظوا من كتاب الله فواكل يعني حفظها إلى الأحبار والرهبان فزادوا فيها ونقصوا يعني منها أما القرآن تكفى الله عز وجل بحفظه كما تكفى بحفظ السنة فحفظ الكتاب وحفظ السنة وحفظ إجماع الأمة لا تجتمع على ضلالة وحفظ طائفة من الأمة لا تزال ظاهرة على الحق ليضرها من خذلها حتى يأتي أمر الله وهم كذلك كل هذا يدل على شرف نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم نسأل الله عز وجل أن يزيده تشريفا وتكريما وأن يجمعنا به صلى الله عليه وسلم وأن يسقينا من حوض الشريف شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا أقول قولي هذا وأستغل الله لي ولكم وصلى الله وسلم ومبارك على محمد وعلى آله وصحبه وصلى الله وسلم اشتركوا في القناة